وبيبدأ الفيلم مع ممرضة بتدخل في عيادة نفسية وبتفضل تصور كل حاجة فيها لكن قبل ما تعمل كده بيظهر واحد من وراها عشان يضربها بالحقنة في عينيها وبعدها بيحط في جسمها سائل أخضر وده عشان يغير لون جسمها وبتخلص أول لقطة في الفيلم الحدي هنا والناحية التانية بنتعرف على دكتور سام وبيقابل مدير المعهد عشان البحث اللي شغال عليه وبيعرفه ان هو مستني من بدر النتيجة لكن لحد دلوقتي ما حصلتش كده وان هو لو ما خلصش البحث في أقرب وقت ممكن المعهد هيلغي التمويل اللي كان معمول عشانه وطبعا دكتور سام بيكون مدية وبعدها بنشوف كيسي بتوصل على العيادة عشان تشتغل فيها وبتقابل ممرضة في المكان عشان تتكلم معيها لكن طريقتها بتكون صعبة جدا وفي النهاية بيوصل دكتور سام عشان ييتكلم معيها ويشوف خبراتها السنين اللي فاتت ولما بتجوب صح على الأسئلة بيكرر ان هو يعينها في العيادة وبتتحرك مع ممرضة تانية اسمها بولا وهي هنا بتقول لها ان الممرضة اللي كانت قابلها ما عادتش كتير وبتفضل تفرجها على العيادة وبتعرفها ان أسيا دي بنت ساك وان هي كانت متجوزة لكن جوزها خلص على نفسه وبعدها بتعرفها انها ممكن تتحرك في أي مكان معادة العيادة بتاعت سام وبتتحرك على الدور التاني وبتوريها المرضى اللي كان عندهم غيبوبة وفي الوقت ده كيسي بتلاحظ ان المرضى شكلها غريب عن الطبيعي لحد لما بترجع بولا على الممرضة اسيا وتعرفها ان كيسي استلمت الشغل خلاص وفي الطريق بتدخل للقودة رقم 15 وبتلاحظ ان في واحد صحته كويسة وعينها مفتوحة لحد لما بتيجي بولا من وراها وبتعرفها ان هو اسمه باتريك وده المشروع الخاص اللي شغال عليه دكتور سام وفي الاخر بيظهر منه تصرف غريبه بيتف عليها فبيخرجه من القودة كلها وبترجع تانية كيسي على الممر وبتشوف راجل غريب في وشها بتحول بولا تعرفها ان العجوز ده اسمه فريز وبتحرك في المكان براحته وانه هو تعرض لصدمة كهربائية ودكتور سام لحقه في الوقت المناسب قبل ما يموت وبتدخلها هنا على القودة بتاعته وبتستغرب من كمية الساعات اللي كانت موجودة وكل يوم الساعة سبعة بالليل فريز هنا بيشتغل في فنارة قريبة منهم ودي كانت الفكرة بتاعت سام عشان يشغل نفسه وبعدها بترجع كيسي على القودة بتاعتها وبتيجي مكالمة من طلقها لحد لما بتسمع صوت حد بيخبط عليها وبتعرف ان هي بولة وبتطلب منها ان هي تيجي معا عشان يخرجه شوية وهي في الكافيب نشوف دكتور نفسي مع برنامج راديو ولاضح ان كيسي كانت معجبة به لكنه مش بيحصل اي حاجة ما بينهم وبيخلص اليوم على كده وبعدها بنعرف ان فيه مريض كان في الغيبوبة ومات فبتحاول كيسي ان هي تنقله على المشرحة وبتدخل الاسنسير بتاع المكان على الوقت بتلاحظ ان المريض بدأ يتنفس مرة تانية ومش فاهم ازاي فبتحاول ان هي توقف الاسنسير بسرعة ومش بتعرف ان هي تعمل كده وبتحصل معها حاجات غريبة وبعد لما بيعد دلوقت بتفكي ايده من على رقابتها لانه كان عاوز يخنقها ولما بتوصل على دكتور سام بتعرفه ان المريض لسه عايش فالواضح انه مش مستغرب من اللي قلته وبيعرف ان هي لازم تسمع الكلام وتوديه على المشرحة بدل ما تترفض من الشغل وده اللي بيحصل فعلا وبيدخل على القوضة بتاعت باتريك وهنا بيحط الحقن في جسمه بطريقة غريبة وده عشان ينشط المخ مرة تانية ويشوف اي رد فعله لكن الواضح انه مفيش حاجة جديدة بتحصل على طول وبيطلب من كيسي ان هي تنظف المكان تاني من ورا وبعد شوية بتحاول كيسي ان هي تتكلم مع باتريك لكنه مش بيرد عليها وبيحذرها سام من حاجة زي دي فبتحط الزرع في القوضة عشان تغير جو شوية فبيتعدل ايام وبنشوف ان الورد بدأ يكبر في المكان وبتحاول مع بولا ان هي تغير الهدوم بتاعت باتريك لكن الواضح ان السرير قديم هنا ومش بيتحرك بسهولة من عليه وفي الوقت ده بتيجي مكلمة من طليق كيسي اللي اسمه ايد وهنا كلها مش بترد عليها وبتسمع صوت طالع من باتريك فبتحاول ان هي تتكلم معاه وقبل ما يحصل كده بتيجي الممردة اسي عشان تحذرها من اللي بتعمله للمرة الاخيرة وبترمي الحاجات اللي كانت في ايديه عشان تسيبها وتمشي والناحية التانية بنشوف كيسي بتقابل الدكتور براين مرة تانية في المتحف وبتسأله عن المرضى اللي بيعانه من غيبوبة والحركات اللا ايراضية وبعدها بتجيله مكلمة من الرقم مجهول لكنه مش بيرد عليها وبيطلب من كيسي انه تشرب معاه قهوة لحد لما بيتفق عليها وتصرفاته هنا بتكون غريبة وفجأة بيتفف وشها فطبعا بتمشي من قدامه وهي زعلانة ومش فهمة اللي بيحصل وبراين مستغرب ان هي مشت ويثابته لحد لما بترجع تاني على العيادة وبتدخل الممر بتاع المرضى وفي المكان بيظهر شبح من وراها فبتخف وبترمي كل حاجة كانت في ايديها لكن بعدها بيختفي على طول الشبح ده وبيحصل معها الموقف اكتر من مرة لحد لما بيظهر فريز في المكان فمش بتركز معاه وبترجع على القوضة بتاعتها وبنعرف ان براين بيحاول يعتذر لها عن اللي حصل وبيدخل القوضة وبيكل معا حاجة لحد لما بيوصل طليق كيسي في نفس الوقت والواضح ان فيه خنقة كانت تحصل معاهم لكن بيمشي قاد في الوقت المناسب والناحية التانية براين بيعرف ان هو محتاج يفضل معا في البيت عشان يحميها من طليقها المجنون ده لحد لما بيفضل يدوس على الكباية بطريقة غريبة وبتتكسر في ايده فطبعا بتروح كيسي معاها على المستشفى عشان يخيطها ولما بتخلص عشان ترجع على العربية بتاعتها بتتكهرب من الباب ودي بتكون اول مرة حاجة تحصل زي كده وبعدها على طول بيدخلوا البيت وبتحصل علاقة ما بينهم هما الاتنين لكن بتبدأ ان هي تشوف باتريك في المكان مكان براين وكمان شكله وحش جدا اكينه مات وكسي مش فاهمة اللي بيحصل وفي الوقت ده بتسحى من النم وبتعرف ان هو كان كابوس مش اكتر فبترجع على العيادة وبتحاول تشوف باتريك بنفسها ودكتور سام بيكمل التجارب عليه وبيحاول ان هو يحرق ايضا عشان يشوف اي رد فاعل منه لكنه مش بيحصل كده فبيطلع من القضاء وبيعرف ان التجارب كلها فشلت وفي الان هي بتحاول ان هي تلمس جسمه عشان تشوف رد فاعله لكنه مش بيعمل اي حاجة غير ان هو تف تاني على وشها فحين بتلاحز ان هو لما بيتف عليها مرة بيكون ده معناه رفض الكلام ولما بيتفه مرتين بيكون موافق على الاليتو وفي الوقت ده بتشوف اسيا من بعيد وبتكون متضايقة من تصرفاتها مع باتريك لحد لما بيوصل سام وبتحاول تعرف الحركة اللي وصلتها مع باتريك من شوية ولما بيرجع على هناك مش بيلاه اي حاجة غريبة وطبعا بيكون فقد الامل اكتر في الموضوع بتاعه وبيرجع على المكتب عشان يعمل لها تجربة وهنا بياخد الدفدع وبيحط المشرط في دماغه وده عشان يخلص عليه وبعدها بيحاول ان هو يحطه على القهربة وبيفضل جسمه يتحرك بطريقة لا ايراضية وبيقول لها ان التصرفات دي عادية جدا لما الشخص بيموت وان الجسم بيفضل مشغال لفترة معينة وفي ان هي بتحاول اسيا ان هي تدخل للقوضة بتاعت باتريك لكن الباب بيقفل فوشها وانا بيلاحظ ان باتريك عنده قوة التحكم في الاشياء من حواليه وبيقدر انه يفتح جهاز الكمبيوتر وبيفضل يتفرج على السور بتاعت كيسي على مواقع التواصل وتاني يوم بيحاول سام يكمل التجارب بتاعته على جسم باتريك وبيطلب من كيسي ان هي تكتب كل الملاحظات اللي هتشوفها ولما بيخرج من القوضة بتحاول كيسي ان هي تتكلم مع باتريك وبتسأله ليه ما عملش اي رد فعل منه لما سام كان في القوضة معيها وفي الوقت ده بتلاحظ ان كلمة سر تكتبت 3 مرات على الكمبيوتر وفي اللحظة دي بولة بتوصل على القوضة بتاعت باتريك وده عشان تطلب منها المساعدة وهنا بتلاحظ ان الكلام بيكون اختفى مرة واحدة لواحده وطبعا بتكون مش فهم مين اللي عمل كده لحد لما بيرجع ساب مرة تانية وبيحاول ان هو يقهرب باتريك اكتر من مرة وكيسي بتعرفه ان الطريقة دي مستحيل تجيب اي نتيجة وده اللي بيحصل فعلا لحد اللي ببنشوفها مع طالقة ومرة تانية اللي بيحاول ان هما يكونوا مع بعض وفي نفس الوقت بتشوف باتريك بيتحكم تاني في الكمبيوتر وده عشان ياخد رقم ايد وهنا بيستغرب لما بيظهر رقم مجهول وبعدها باتريك بيتحكم فيه وده عشان يحرق ايده فطبعا كيسي بيتودي ده على المستشفى والواضح ان هي اللي فقر والدكتورة بتعرف ان ما فيش اي اعصاب في ايد جزها ودي حاجة غريبة جدا مستحيل تكون حصلت من يدوبك حر وتاني يوم بترجع على الاوضة بتاعت باتريك وبيبدأ ان هو يتواصل مع كيسي من خلال الكمبيوتر وان هو مستحيل يعرف سره لدكتور سام ولما بترجع على البيت بتحاول كيسي ان هي تدور على القوة النفسية وهنا بيعرف ان هو كان دايما صاحي وان هو ظهر لها القوة دي عشان هي طيبة مش اكتر وبيفضل يتكلم معها من خلال الكمبيوتر لحد لما بتدخل بول عليهم والغريب ان برضو كل حاجة بتكون اختفت قبل ما تقرأه لحد لما بترجع تاني كيسي على قد في المستشفى وبيشرح لها ان هو مش فكر حاجة عن اللي حصلت وبالليل بترجع تاني على العيادة وبتحاول ان تتواصل مع باتريك وبتعرف ان هي عاوزة تساعده فعلا فبيقولها ان هو مش محتاج المساعدة لكنه محتاج دكتور مش اكتر وطبعا كيسي بتحاول ان هي تتكلم مع براين عن الحالة بتاعت باتريك وكمان الطريقة اللي سان بيتعالج بيها وبيكرر ان هو يساعده عشان صحفي وتاني يوم سان بيعرف ان فيه اخبار انتشرت عنه وبيفضل يساعد مع كيسي لانها تكلمت في الموضوع مع الصحفي ده لحد لما بيمشي من قدامها وبيتعد الايام وبنشوفها لسه مع باتريك وفريز بيكون شغال في فنارة بتاعت المكان واللي كانت السبب في ان باتريك يفقد الاتصال مع كيسي المدة ثواني وان كأن الكهرباء دي بتأثر عليه وبعدها مدير المعهد بيطلب من سام ان هو يجيب نتيجة للأبحاث اللي عملها وشغال عليها الفترة الأخيرة بسبب الاشعات اللي ظهرت عليه والناحية التانية براين بتحصل معه حاجة غريبة في الطريق فهنا الموبايل بيسخم منه وبيرميه على الكرسي وحد بيتكلم في العربية معاه وبيكون متحكم في كل حاجة لحد اللي ما بيعمل حادثة وبيقع من فوق الجبل وتاني يوم بتتحرك كيسي على القوضة بتاعت باتريك وطبعا بتتدايق لما بيتشوف نفس التجارة بتعاملت على باتريك فبتحاول انه تفصل أجهزة الصعق ده وبتخرج من القوضة بسبب الطريقة وهنا سام بيعرف باتريك انه هو قرب يحقق هدفه وانه هو عيندم على الاختباء منه وبسبب التجارة بنشوف ان قلب باتريك بيكون وقف عن النبط فبتحاول كيسي نية تلحق الموقف ده بحقنة أدرينالين وبتنجح في كده فعلا وقاسيا بتضرط الممرضات من القوضة وبتعرف ابوها ان باتريك وصل على هنا وده عشان يعاقبهم مش أكتر فبيرد عليها سام وبيعرفها ان دي جازاتهم ومستحيل انه هو يوقف التجربة مع ما حصل لحد لما كيسي بتشوف فريس في الممر بيكحب طريقة صعبة جدا وانه هو مش قادر ياخد نفسه لحد لما بتسعفه بسرعة وهنا بيفضل يبص على الراديو اللي بيغير المحطة وطلوه ويقف على خبر وفات الصحة في براين وطبعا كيسي بتعرف ان الدكتور سام اللي عمل كده لكن بيظهر لها من المكان وبترجع على العربية وبتشوف فريس في المرية بيعرف ان هي لو ثبت المكان هتكون هي السبب اللي هيحصل وطبعا مش بتركز معاه وبتخرج من العيادة لحد لما أسيا بتكون مرقبة كل حاجة من بعيد في الوقت ده بنعرف ان هي اللي قاتلت الممردة اللي قبلها فبتتحرك على البيت بتاع كيسي وبتفضل كيسي تقرأ فيه شوية وبتعرف ان باتريك كان عنده علاقة وسويس مع أمه وانه هو قتل اتنين وحاول يقتل نفسه بعدها وطبعا بتكون مصدومة من اللي بتقرأه وفي الاخر بترجع تاني اسيا على الاوضة بتاعت باتريك وبتحاول ان هي تقتله بالمقاص لقيك انه بيستخدم قويته عشان يلحق نفسه وترم المقاص من ايده وفي البيت كيسي بتعرف ان باتريك اللي كان متحكم في كل الرجال اللي في حياتها وكمان بتشوف كلام على المراية معناه ان هي بتاعته فبتفضل تزعق وتعرف ان هي مش بتاعت حد ولما بتزعق فيه الاز بيتكسر وهنا قاد بيسمع كل حاجة حصلت من شوية وبيحاول ان هو يتصل على كيسي لكنه مش بيلاقي رد منها بتحاول تهرب بالعربية من البيت والناحية التانية بيفضل باتريك يهاجم اسيا اللي بتحاول انه تفصل القهربة عن الاجهزة بتاعته ويموت على طول وفي نفس الوقت بيقدر ان هو يخلص عليها وبيكبرها تمسك الكهربة لحد لما بيرجع في لاشباك وبيفتكر الخيانات بتاعت امه اللي كانت بتحصل قدامه وبعدها على طول بيوصل قاد على العيادة عشان يشوف كيسي وطبعا ما يعرفش انها مش موجودة وبيشوف بولة قدامه ولوضح ان هي كانت تحت سيطرة باتريك بتقدر ان هي تدخله التلاج عشان تقفل عليه واخيرا بتوصل كيسي هي كمان على العيادة لكن بتتقهرب من الباب اكتر من مرة ولما بتدخل على القوضة بتاعت المرضى بيسمعوا جملة واحدة وهي ان باتريك عاوز يلمسها وبتشوف بولة هتموت نفسها وبتعرف ان هي تحت سيطرة باتريك برضو وقبل ما تعمل لها حاجة بيقدر ان هو يخلص عليها بالاسنصير وبترجع على القوضة بتاعته تاني وبيعرفها ان هو بيحبها فبترفض العلاقة بتاعته وبتسأله لو كان ده نفس الحب اللي حبه لامه وبيرجع في لاشباكو بيفتكر ان هو خلص عليها مع عاشقها في الحمام من خلال القهربة وفي القوضة بتحاول كيسي ان يتقرب من باتريك وبتعرف ان فريز لما بيشغل القهربة بتاعت الفنارة هنا الاتصال بيقطع ماب باتريك لمدة ثواني ولما بيعمل كده بتستغل الفرصة وبتضربه بالحقن عشان توقف قلبه وبيحصل انفجار قوي جدا في المكان فعلا لحد لما بيقع على الازاز واخيرا بيموت وعينه بتقفل وبعدها بتلحقات جوزها من التلاجة قبل ما يموت وبتهرب من العادة كلها بعد ما انقذت نفسها وبتعيش حياتها مرة تانية مع جوزها بشكل طبيعي وبيخلص الفيلم الحد هنا